أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمرة لدور منظومة الشكاوى الحكومية المؤحدة في تلقي وتوجيه شكاوى للجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا في إطار الحرس على التواصل المستمرة مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم بالتنصيق مع الوزرات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا بشأن موقف تلقي ورصد واستجابة الجهة الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وذلك خلال شهر يونيو الماضي وأوضح رئيس منظومة الشكاوى طارق الرفاعي أن المنظومة طلقت وتعاملت مع 106 ألاف شكوى واستغاسة مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لمائة وثلاثة ألاف شكوى وجار استكمال ومراجعة وفحص ثلاثة ألاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها ترجمة نانسي قنقر